قناة الغد على تفاصيل رد حركة حماس بشأن ورقة المفاوضات وأكدت مصادر للغد أن الرد يتضمن عدة نقاط تشمل اقتراحا بالإفراج عن 160 معتقلا من ذوي الأحكام العالية والقديمة وتبدأ القائمة بمروان البرغوثي وأحمد سعدات وعبدالله البرغوثي وإبراهيم حامد وعباس السيد كما يشمل الرد تأكيد إقرار إسرائيلي واضح بالانسحاب من قطاع غزة مع ضمانات دولية وشدد المصدر على أنه لا هدن إنسانية تحت هذا المسمى بل وقف العدوان على غزة إلى جانب حرية التنقل في القطاع والسماح للنازحين بالعودة إلى بيوتهم دون شروط وأكد المصدر أنه من اليوم الأول لتنفيذ الصفقة يسمح بدخول المساعدات لكل القطاع دون تقسيمه إلى مربعات أمنية وبعد الأسبوع الأول لوقف الحرب يتم الشروع بعملية التبادل حيث لا تمانع حماس أن تكون على دفعات وبضمانات دولية وأن لا تنقض إسرائيل هذه الاتفاقيات كما أشار المصدر إلى رفض رد حماس خروج أي محرر بالصفقة خارج الأراضي الفلسطينية على أن يطلق صراح المحررين في مناطقهم وطالب رد حماس بإطلاق صراح كل معتقل صفقة جلعاد شليط الذين أعيد اعتقالهم كسرا للصفقة وعددهم سبعة وخمسون معتقلا دون أن يكونوا جزءا منها شدد الرد على أن معتقل الداخل والقدس هم جزء أساسي من الصفقة ولا قبول بفيتو إسرائيلي على هذا المعيار كما أكد المصدر أن حماس وفصائل المقاومة ستقدم أسماء الدفع من المحتجزين الإسرائيليين قبل 48 ساعة من التنفيذ ولا قوائم مسبقة لعدد المحتجزين والجثث لأن عملية الإحصاء ستستغرق مزيدا من الوقت في حال توقف الحرب وأوضح أن حماس إلى جانب القائمة التي تضمنت المعتقلين من الفئة ألف وهم 160 معتقلا وضعت قوائم تضم الفئة با وتشمل جميع النساء مهما كان الحكم والفئة جيم وتشمل جميع المرضى والفئة دال تشمل كبار السن والفئة ها وتشمل جميع الأطفال وبعد الانتهاء من الدفع الأولى يتم الانتقال للدفعة الثانية وصف اتفاق شامل لوقف إطلاق النار وتحقيق سحاب كامل وفتح المعابر ودون تحقيق ذلك لن يتم الانتقال لباقي الدفعات والتي تشمل الجثث ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر